موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن تنهض أي أمة من الأمم إلا إذا اجتهدت وعملت وطورت من نفسها حتى تسبق الركب ولو نظرنا وتمعنا في تاريخ الأمم السابقة لوجدناها شيدت وعمرت في كل مكان لذلك لأمة بلا حاضر وبلا مستقبل أننا اليوم في حلقة جديدة على برنامج قناة الصحة والجمال في معنا ضيوف أفاضل مشرفنا ومنورنا في حلقة جديدة من نوحة كلنا بنحاول من وقت للتاني نظبط صحتنا نفسية بحيث تكون الأفضل والأحسن بحيث تكون في كل مكان أمورنا تمام والأفضل والأحسن خلينا نرحب في البداية بضيوفنا إلى فاضل اللي هم مشرفيننا ومنوريننا في البداية معنا سيادة اللواء النائب أشرف عزيز اسكندر النائب عن حزب الوفد بمحافظة الفيوم كل الشكر والاحترام والتقدير لمعليكم شرفتنا ورتونا أهلا وسلام بحضرتك ومعنا أيضا معالي الرجل الخلوق المحترم معالي الدكتور أحمد عيسى الشيمي المرشح السابق لمجلس النواب أهلا وسلام بحضرتك ومعنا الإعلامي المخضرم له كل التحية والاحترام والتقدير الأستاذ الإعلامي محمد الهريجي أهلا وسلام بحضرتك شرفتنا ورتونا النهاردة بجد أسعدتونا جدا جدا بهذه الحلقة إن شاء الله يا رب أتمنى التوفيق للجميع خلينا نبدأ حشان الموضوع مهم جدا مش عايزين ناخد يعني وقت كتير وكبير قوي حشان أخواتنا المشاهدين ومشاهدات في كل مكان منتظرين على لهف إن هم يسمعوا الكلام الجميل من الضيوف الأفاضل اللي هم منورين ومشرفيننا النهاردة تحيات الحضراتكم مرة أخرى وشرفتونا وورتونا خلينا نبدأ في السؤال الأولاني مع معالي النائب اللي مشرفنا ومنورنا وتحياتي مرة أخرى لحضرتك اللي هو أشرف عزيز الإسؤال حضرك بقول عايزين نعرف النهاردة حضرك دور مجلس الشعب إيه ودور النواب إيه مع العلم إن احنا الحلقة بتحيطنا بتاع البرنامج النهاردة بتدور وبتتكلم عن التنمية في محافظة الفيوم فخلينا نبدأ في البداية مع معالي النائب ونشوف يعني إيه مجلس نواب والنائب نفسه بيمثل إيه بيمثل المواطن إيه وإيه وجوده في البرلمان بيعمل إيه الخلطة محافظة حقيقة البرلمان وفقا للدستور بيكر قانون اسمه قانون اللايحة الخاصة للبرلمان اللي هو بتوضح إزاي البرلمان بيشتغل إزاي بيتكون الجلسات اللي جيان كل ما هو خاص بالبرلمان بيونظم عن طريق قانون اللايحة الداخلية لي في عجالة كده وباختصار المادة الأولى في اللايحة بتقول إن البرلمان بيتولى إقرار السياسة العامة للدولة في نفس الوقت بيتولى إقرار الموازنة العامة للدولة دي من أهم العباء اللي عليها وبيتولى إقرار الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لكده طبعا بيمارس الدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية ده ملخص بسيط جدا يعني للمشاهد إنه يعرف يعني إيه برلمان تمام يعني البرلمان إنه هو بيعبارة عن قوانين بيضع هذه القوانين برتبها في عدة إطارات في عدة مواد بحيث يقدر الدولة تتماشى عليها السلطة تشريعية والسلطة الرقابية وبيكرر الموازنة العامة للدولة دي من أهم العباء طبعا ما عليك النائب بقى وجوده في البرلمان حقيقة البرلمان اللي إحنا فيه برلمان 2016 ليه طبيعة خاصة لأنه نشأ في غيبة المجالس الشعبية المحلية فده بيزيد العباء وبيضي عباء إضافية لعضو مجلس النواب بإنه هو يعني إحنا زي ما قلت لحضرتك أن العب أو الوظيفة التشريعية للبرلمان والوظيفة الرقابية أصلا كل ما عليك حدك في الشارع المصر في الشارع المصر عماتا يعني بقولك إنه إحنا انتخبنا النواب وهنا مثلا ليه مصلحة وله موضوع بروح له فلان ما بيقضيش بروح له فلان ما بيقضيش مش عارف أحمل إيه فهو حاطث النائب ده معزلة أنا عايزين نفهم النهار الده ناش يا جماعة النائب ده مثلا له احتصاص محدد مش معنى إنه أنا انتخبته إنه لازم يولع لي العيدين العشر شامو لازم يعمل ويعمل يعمل خلي في حاجات ماهيش مقدرته مش فيه مش مش ماهيش ماهيش على السعداد يعملها بالظبط كده بيدي برضا بيانها للناس حيش يبن حد عشان معلش فيه نواب كتار جدا بينظلموا في كتار هذا الموضوع إن أنا ليه مصلحه ليه موضوع روحته للنائب معرفش يحليه المشكلة بتاعتي بالظبط كده قال ليه هو مش 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 في القطار بتاعه هي مش من ضمن معظم طلبات المواطن مش من ضمن اختصاصات ومهام النائب نعم وفيه خلط كبير جدا لدى الشارع لأن الناس بسيطة بحياة بطبيعتها حسن وخاصة الأقل حظا من التعليم يعني فهو متخيل إن النائب أنا انتخبتك يبقى أنت كل ما يعنيني من مشاكل أنت تحلها لي يعني إحنا عايز أقول حرارك يعني مشاكل أسرية زواج وطلاء اختلافات بين أبو وابنو بيتلاقي المكتب مفتوح وبيتلقى طلبات الناس واحتياجاتهم الحقيقة يعني بيبقى فيه غضادة شوية إنك ترفض أو تصد طلبات حاجة زي كده إنما النائب يعني يقدر عن طريق الحكماء وزي اللي جان شعبية بيديها بيوحيل الطلبات دي يعني ما بيقولش لأ بس علشان يتفرق لمهمته يعني بيتصل بالحاج فلان بالأخ فلان يوكله الطلبات شكرا جزاك الله خير طيب خلينا ننتقل إلى سؤال آخر مع معالي الدكتور أحمد اللي منورنا مشرفنا النهاردة أنت النهاردة أسعدتنا وشرفتنا النهاردة حضاك تقريبا يعني أخصائي اجتماعي فليك في موضوع بقى المشاكل الأسرية والنفسية والحاجات دي كلها تمام جدا هنستفد من حضاك إن شاء الله أكبر قدم مننا النهاردة حضاك في الشارع المصري أو في الشارع الفيومي عماتا بقول كل يتكلم لك الفيوم بلا تنمية كل المحافظات فيها تشهيد وفيها مباني وفيها 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 الكلام ده أنا وأنا يعني أنا بتحرك في الطريق بشاي بسم الله ما شاء الله عندنا مصانع وعندنا وعندنا لكن في ناس البعض فيهم يقول لك لا ما فيش فالكلام ده صحيح والله إيه تعليق حضرتك على هذا الكلام هو التنمية من وجهة نظري بتشمل شقين يعني أو وجهين التنمية الاقتصادية ودي بالفعل إحنا مفتقدينها وأكبر دليل وأكبر شاهد أنك تلاقي الفيوم من المحافظات الطريدة للسكان العمالة كلها بتطلع برة هما شباب يعني اللي هما شباب بتوعتنا بيخرجوا برة المحافظة ما فيش فرص العمل قليلة جدا لأنه ما فيش منشآت اقتصادية ما فيش مصانع حذك ما فيش للأسف حتى إحنا نسمع لكن ميدانيا لو نزلت حضرتك وشفت مشكلة ما فيش رغم أن الفيوم بيئة المفروضة أنها بيئة اقتصادية جميلة بيئة زراعية أجمل بيئة سياحية أجمل وأجمل ممكن يستثمر فيها كتير جدا ممكن يبقى فيها مشايير تنموية قوية جدا بتستقطب من محافظات مصر كلها إلا إن احنا للأسف بنشوف الإمكانيات اللي موجودة في الفيوم إلى الآن لم تأتيها إمكانات تستغلها استغلال طيب واستغلال استثماري صحيح سليم تمام تمام التنمية البشرية عندنا برضو عجز فيها عندنا أدوار مفقودة دور التعليم دور الشباب الرياضة دور الأوقاف والدعاة ما فيش تنمية بشرية برضو ما فيش تنمية بشرية والشرع الفيومي بصفة خاصة إننا ما فيش مثل نهجي فكري كده نصلح ونغير ونطور من فكرنا ونبص الأفضل ونبص الأصلحة باختصار ساعتك التنمية الاقتصادية بتتمثل بنسبالي أو بنسبال أي حد من خلال المثل اللي أنا أضعب به هو أصر جميل حاجة كويسة جدا الأصر ده أنت هجيبني أدم يسكن في الأصر إذا ما كنتش تعلمه على أدبيات التعامل مع مقتنيات الأصر هيكسر وهيبوزه أحسن شكرا نحن محتاجين خطين يمشوا على خطوط متوازية ألا وهي التنمية البشرية مع التنمية الاقتصادية مواطن مفقف يتعامل مع التنمية والطفرة الاقتصادية نحن الأسف في حال يتعاوز للحكتين تمام جزاك الأخير خلينا ننتقل إلى سؤال مع الإعلامي المخاضرة واللي مصرفنا من نهاردة من نوارنا النهاردة الإستاذ محمد الهريجي أهلا وسهلا حضائك الأول أهلا بيك دكتور حضائك النهاردة عايزين نشوف الإعلام من وجهة نظر حضرتك هل هو النهاردة يعني قدر أنه يساعد المجتمع في حال بعض من المشاكل أو كان عب أو شايف حضائك بصفة حضائك يعني إعلامي تقول إيه النهاردة رسالة لكل الناس احنا في الأول بنرحب بيكم نشكرك على الحلقة الجميلة دي شكرا وإحنا شرفنا بالتواجد مع قامات مثل سيادة اللوة ودكتور أحمد وفي الأول احنا بنهنئ الأمتين الإسلامية والعربية بحلول رأس السنة الهجرية عدو الله علينا وعلى مصرنا العزيزة بالخير أولا بالنسبة للوضع الإعلامي حاليا الإعلام تحول من المادة الإعلامية إلى المادة الإعلانية غالبية القنوات أصبحت تسير باتجاه واحد غالبية الصحف ربما لو نحينا جانبا الصحف القومية لو حتى الصحف الحزبية دائما كل صحيفة بتميل إلى أخبار الحزب الصحف الخاصة لها أهواءها الخاصة أجنداتها الخاصة وكلنا نعلم هذا الكلام غالبية البرامج تحولت من الموضوع أنه يتجه إلى من يموله كل برنامج له راعي معين لو راعي له توجهات معينة إحنا أول شيء بنطلب به عودة وزارة الإعلام وعودة الضوابط التي كانت تعمل بها وزارة الإعلام تمام هي الموضوع مش تكويم أفواه ولا حاجة بس الموضوع ضبط ما يحدث عندنا برامج بتبس في الشباب وبتبس في القرى أشياء وإحنا شعب طيب زي ما قالت سيادة اللوة الحاجات دي بتأثر فيه شكراً خلينا ننتقل إلى سؤال آخر إلى معالي الواء أشرف عزيز معالي الواء هناك لما المجتمع الفيومي أو بعض من الناس وخاصة في مركز إتصا تحدث معي بالأمس لما عرف حظاك أنك إن شاء الله مشرفنا في الحلقة فكلموني عن مشكلة كبيرة جداً بيعانوا منها كتير جداً وهي مشكلة بحر الجرجبة أي حقي فبحر الجرجبة حظاك ده تقريباً يقال إنه هو في عشر تلاف فدان يعني أصبح بائر بوران مفيش حاجة خالف فعذاك يعني إنت عذاك بالصفة النهاردة حذاك النهاردة يعني عدو مجل الشعب ونائب برلماني بسم الله من شاء الله مخاضرهم وليك يعني قامع علمي بسم الله من شاء الله عليك فعايزين نوجه رسالة النهاردة للمسؤولين لأهلين ينطمنهم بإيه نقول لهم المشكلة دي هتنحل إيه يا جماعة أنت لكم سنين بتعانوا من هذه المشكلة نقول لهم إيه النهاردة حضرتك بحر الجرجبة مشكلته من فترة زمانية طويلة تمام وللأسف بتزيد 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 ليه؟ ما هو برضو خلينا نمارس الصراحة مع أنفسنا تمام دي هم مهم لأن المواطن مش المواطن جزء من المواطنين سبب أساسي في ازدياد الظاهرة وهي بحر الجرجبة بيروي مجموعة أراضي من الأراضي القديمة الخزبة الطينية اللي تكونت على بمر الآلاف السنين من طامي ودي من نيل النهاردة مركز إيطسا من أكبر مراكز عندنا في الفيوم المشهورة بالظاهير الصحراوي فطول ما البحر ماشي فيه أماكن صحراوية على جنبيه وخاصة الجنج للأيصر أعتقد الناس بتستصلح أراضي وبتسرق مي ملهاش مقنن من الراي يعني لأن أصلا إحنا لو أنت تذكر موضوع التقنين الأراضي اللي سات الرئيس طالب بيه وتعامل وكان آخر آخر تاريخ لتقديم طلبات التقنين كان يوم 14 ستة شهر يونيو الماضي تمام عايزين نقول نرجع للحالة بتاعتنا سبب الأساسي للمشكلة تعديات مش بالمباني بقى تعديات بالزراعة في الصحر الناس بتدخل تحط إيدها على مئة فدان متين فدان وفيه ناس أكتر من كده وفيه جمعيات وهمية وجمعيات مشهرة يعني عايز أقول لك أرقام بالمئات من الفدانين ملهومش مقنن ميا من الراي فإلا أنه بيسحب يمد مواسير وترمبات رفعة وخزانات ميا أرضية وياخد منها تاني ويسئل الأراضي بشبكات ري فرعية فبتقوم حملات عايز أقول لك مكسفة جدا من مدرية الأمن بالاتحاد مع شرطة المحافظة الوحيدة اللي فيها حاجة سمع شرطة الراي مع المدريتر الراي بالفيوم لإزالة خطوط المواسير اللي هي بتغزي الأراضي دي من البحر ومع ذلك المقابرة هي تمشي من هنا والناس تتعدى وتوصل تاني فعايز أقول حركة المشكلة منا فينا إحنا كمواطنين بنعاقب بعض ودي بتسبب مشاكل ضوضغاء بين الناس وبعضيها بصراحة والقانون رغم أن المخالفات مالية مش قليلة إنما يبدو إن المقابل كبير فالناس ما بيهمهاش المخالفات الموضوع ممكن يكون محتاج تدخل من لجنة الزراعة والراي بالمجلس لإعادة النظر في تشريع يمنع الكلام ده أخلي بالحضرات نتمنى بجد لإنا ناس تعبانة بجد أنا عندي بس بصيص من الأمل وفي الحقيقة أنه مهم جدا إن مؤخرا والكلام ده في خلال أيام والليل قوي مضت كنت في اللقاء مع معانتس علي عب سلام بكيل وزارة الرأي بالفيوم ونقال لي خبر حقيقة خبر صار لأهالينا في مركز إتسا والخاصة اللي بيروق أراضيهم من بحر الجرجبة كويش تمام في محطة ده خلاص التصميمات بتتم دي بوشة يا أخواتنا اللي بشاهدون الآن من محطة الفيوم خصيصة في محطة للخلط خلط مياه الصرف مع الصرف الزراعي مش صرف الصحي فاش أي خطورة يعني مع مية ترعة البحر الجرجبة دي الخلط ده هيضيف تغذية لما يقارب 5000 فدان فبيحل جزء كبير من المشكلة لا ممتاز جدا بيحل جزء كبير من المشكلة يتبقى أطالب لجنة الزراعة في المجلس أنها تتدخل لحل بيت المشكلة طيب خليني ننتقل في حلقة تعليقة بالنسبة بالنسبة لموضوع بحر الجرجبة لأنه ده موضوع مهم جدا موضوع بيعاني من المشكلة فعلا لأولو سيادة اللي هو هو بيتم حالينا التصميمات لعمل محطة للرفع من أحد المصارف طبعا مشكلة بحر الجرجبة ومش أضيف كتير على الأولو سيادة اللي هو المشكلة أن فيه الشركات وانا هقول بالاسم شركة رجال الأمن والنسر الزهبي والحمد الشركات دي جاءت سيطرت على آلاف الأفدنة مانا بقول من اللي حصل للناس الناس تعبون جاءت الأراضي المحيزة الطينية هاجروها أهلها وأهلها رحوا ليبيا وليبيا تقفلت خلاص الشماب قعدة الأهاوي اللي حصل أنه الأرض دي لمن لا يعلم هي تابعة لزمام محافظة بنسويف والمينيا ومقرر المهام عليك تابعة للفيوم فما يتم سرقته هي مقرر ري من ري الفيوم فزي ما بقول معالي اللي هو شركة لجنة الزراعة والري في مجلس النواب منوطة بدور كبير في الموضوع ده شكرا جزيكا رخي طب خلينا نتقل إلى سؤال آخر مع دكتور أحمد دكتور أحمد المشاكل دي تؤثر على نفسية الفرد والمجتمع يعني حاجة مثل زي دي مثل نهاردة النهاردة مثلا ما يكون عندك مثل فدان ولا اتنين ولا عشرة ومش عارف هم يعني دخلك وهم اللي بدخلو لك ومصرفوا عليك وعلى ولادك فجأة كده لهم ما نشفت مش عارفين روح فين ده ممكن يكون سبب في تأثير مثلا انتشار للترائم انتشار القتل وانتشار الحشيش والمخدرات والحاجات دي كلها تكون سبب ممكن لشاكل الصحة النفسية بتتأثر طبعا بتتأثر بالتشريعات وتتأثر بالتقنيات وتتأثر بكل حاجة الصحة النفسية محتاجة يعني أنا عايزة أقول المعنى الأصوب أن المشاكل بتحتاج لصحة نفسية المشاكل بتحتاج لصحة نفسية كلما كانت الصحة النفسية ضعيفة كل المشكلة سيطرت على صاحبها احنا هنا عايزين نقول أن الصحة النفسية لابد أن يكون دائما في حالة نماء وحالة النماء دي مش هتأتي إلا عن طريق تشريعات أمينة تؤمن المناطن من الجور إنه ما بيقاش فيه جور من حد على حد الأمور المنتظمة أنا عارف أن حق يأخذه عارف أن الوجب على غيره هيديه فالأمور بيكون فيها شيء من الطمأنينة إنما حيثة الصراعات ووضع اليد والمشاكل وده بيأخذ حقه مش بتاعه وده بيأخذ حاجة مش ليه أكيد هيبقى فيه أزمات نفسية صريحة قوية أحسنت 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 أذكره خير ما هذا الوقت خلينا نتأخذ لسؤال الآخر حرك مشروع أوتا أخبره إيه أوتا فيها أكتر من مشروع أنا برضه عايز أعلى عشان أخويا دكتور أحمد قدي صورة مظلمة شوية بس في حاجات يمكن ما تناولهاش الإعلام يعني لسة حتى الشارع الفيوم معرفهاش أوتا عندنا منطقة صناعية على ألفين فدان بدأت فيها البنية الأساسية من صرف صحي وتوصيل ميت شرب ومحطات كارب البنية الأساسية حاليا إحنا فطور البنية الأساسية طيب تمام حضارك معلش في البعض من الناس يقول لك الفيوم دي بلاد الإرهاب كلام ده أكيد إحنا لينا تاريخ شوية إحنا خلينا نعترف لينا تاريخ شوية مش هنقول مظلم شي بمظلم يعني كان عندنا الشوقيين تخرجوا من عندنا من بلاد كحك كحك مركز مركز أبشواي عندنا الدكتور عمر عبد الرحمن اللي هو وفات هولمانية في سجون أمريكا ودول كانوا من أهم قطبين في التمانينيات في تصدير الإرهاب والفكر المتطرف في الجمهورية كلها فللأسف يعني الضلعين دول كانوا ليهم شأن كبير في وصف الفيوم لكن الآن إحنا لأ بنتحسن كتير قوي وعندنا بس يعني مسأل صغير قوي وحرك الأرقام بتحكم الانتخابات الرئاسية الأخيرة صدر يعني فيه تحافظ بسيط يعني هي الفيوم مش بلد إرهاب أنا عايز أقول ليه فيه زواهر إرهابية في محوظة الفيوم لأن الفيوم أصلا بتعاني من إرهاب الإحمال والتهمش من الحكومة المصرية مع السياسة أحنا ما بنقول شي يعني بلاد إرهاب لا لا فيه زواهر إرهابية مش بلد إرهاب إطلاقا بالعكس الفيوم نفس الأعداد اللي احنا كنا نشوفها في انتخابات مرسي هي هي وزالت عليها في انتخابات السيسي هي مسألة توجيه مش أكتر المواطنين الفيومي يمكن بيكون فيه زي ما بقول الحظر كده بيحتاج دائما إلى توجيه معي إنما المواطن الفيوم ملتزم تماما مع قيادته أيا كانت القيادة هو بيتابع اتباعه الجيد معايز أقول ممتاز كمان كويس ممتاز معايز في انتخابات الرئيس بيوسف صدر كلنا بالزبط تتجيل وخمسين ألف صوت يعني حاجة برضي هنا فيه تغيير في الثقافة وفي الفهم وفي الرؤية بدل الناس خلاص تغير من فكريها وتطور من نفسها الأفضل والأحسن والتوجيب إذا خل الميدان من هو طبيعي ممن هو طبيعي الميدان أكيد هيخلو المين للي مش طبيعي طيب أحمد بي خلينا ننتقل لسؤال آخر هذاك موضوع السياحة في الفيوم المعروفة عن يعني موجود فيها ما كان سياحية كترة جدا لكن فيه رقود إيه السبب؟ بصنا برضو أنا يمكن أنا مش عايزة أكون متحاملة على الدولة قوي لكن برضو لا بعيدة دولة نحن نفسين حتى الدولة بجد عملة اللي عليها زيادة نحن كأبناء محافظة فيوم ما عندناش حتة الثقافة الترويجي السياحي ما عندناش فكرة الثقافة الترويجي الرياحي أنا كنت في قمة السعادة لما التقيت ببعض الشباب في أرون وبدأوا يشتغلوا عن طريق التواصل السوشيال ميديا وبدأوا هم يشتغلوا وبدأوا يعملوا الوراق سياحي لقرية تونس قرية تونس وقت تغيرت تماما احنا محتاجين الموضوع قرية النزلة قرية النزلة دي قرية فيها طبيعة جبلية لبنانية فيها الفواخير اللي هي صانع الفواخير يعني نفهم من حراكة دكتور أحمد نحنا كل واحد مننا مثلا معاهة الوفورن النهاردة ممكن يعمل دعاية لبلده ممكن يعمل دعاية لبلده محتاجين عمالية تعواج تمام ممكن تكون سبب في حل مشاكل المجتمع الفيومي والله بتكون سبوبة زي ما بقولوا لا لو سألتني على الجامعيات الخيرية في الفيوم أنا ممكن أقول لك بس بدون ذكر أسماء لو سمعت لا لا أنا ممكن أقول لك الجامعيات الخيرية في الفيوم هي أحد أسباب نجاح العملية الاجتماعية في الفيوم أحسن الجامعية الخيرية هي حاليا هي من يصل إلى المواطن البسيط تمام في فترة اللي فاتت السادة المحافظين والسادة المسؤولين أغلاقوا المكاتب على قد النخبة وربما السادة النواب وكده ما فيش حد بيصل إلا إحنا مستبشرين خير طبعا بوصول سيادة اللواء على سمساعد المحافظة الفيوم الأول ما وصل الفيوم بعد صلاة الجمعة في مسجد ناصر مش للأحياء الشعبية ممكن سيادة اللواء أضرب الكلام ده خلينا تحية خاصة لمعالي اللواء سيادة المحافظ وعلى اللمسة الإنسانية الجميلة بعد ما وصل الفيوم بـ 48 ساعة كان فيه حادث الطفلتين في قرية الوابور الجديدة وعليهم سلك الكهرباء ناس بسيطة جدا الناس قاعدة قدام البيت بالكراسي فهجومه بسيادة المحافظ قاعد في وسطيهم لم يقم نائب من نواب الدائرة ولم يقم رئيس مجلس المدينة بزيارتهم قام سيادة المحافظ وقاعد في وسط الأهالي فوجئ أنه في وسط قرية تعدادها 20 ألف نسمة إيه مطالوبكم؟ قالوا لي يا سيادة المحافظ كل ما طالبنا أن احنا حطينا في الصرف الصحي واشتالنا 20 مرة احنا كل ما طالبنا أن احنا حطينا في الخطة مرحلة أولى عاوزين حاضرك تحرص لنا على الحق القرية نازلة صرف صحي في رفع مساحي في شهر عشرة جاي في تخصصات مدرسة ابتدائية ومدرس لغات ومركز شباب ومكتب بريد لم يتم البت فيها حتى الآن طبعا تعرف معليك أن أغلب التخصصات حاليا في مجلس الوزراء تمام اتكلموا مع سيادة المحافظة أن القرية التي تعدادها 20 ألف نسمة بها مخبز واحد ومتوقف من سنوات ايه هو السبب؟ كان رد محترم جدا كل الناس فرحت بيب المحافظ وقال لهم أنا منتظركم في المكتب تاني يوم وفعلا تواصل مع الأهلي ووعد بحل المشاكل واحدة تلو الأخرى إن شاء الله خير إنهم ستكترين خير إن شاء الله بحافظة الفيوم خلينا ننتقل لسؤال آخر مع معالي اللواء النهاردة لمشرفنا وأنا سعيد جدا 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 بجد أنا سعيد وشرف كبير لنا أنا كنت النهاردة ننورنا لكن خليني نسل حذك يعني بصفة حذك يعني نائم نائب مخدرم وعن محافظة الفيوم أين تكمن مشاكل الفيوم؟ يعني لو اختصرنا محاور كتير محاور كتير عندنا بحيرة قارون بحيرة قارون مشكلة كبرى محتاجة تكاتف جهود كبير قوي عندنا مشكلة المياه الشرب وخاصة للكرة والأماكن في النهايات وبالتوازي معاها مشكلة الراي حضرة بيخدرس الكرام مياه الراي في بعض أو كتير من الأماء من الأراضي الزراعية المشكلة الإسكان يعني كانت تتحلت شوية ولو إن الحل مش شرعي اللي هو المباني المخالفة اللي تمت في أيام الإنفلات الأمني عندنا مش مشكلة بقى بس هي مطالب مطالب التنمية تمام تنمية الصناعية التنمية الاجتماعية وهكذا تمام تمام شكرا خلينا ننتقل لسؤال آخر مع دكتور أحمد دكتور أحمد النهاردة حضاك أنا شاب إلى الآن مش عارف أكون نفسي مش عارف أتزوج مش عارف أشتغل فعشان كده أنا بتجه لاتجاه آخر تنصحني بإيه؟ أولا هو الموضوع بيقع على عاتقي عاتق شخصي بالنسبة للشخص نفسه تمام يسعى واتخذ الأسباب الأمر الثاني زي ما بقول حضرتك كده الدولة لو أنها لها قنوات كثيرة جدا ممكن تشغل الشباب عندنا مراكز الشباب دي غير مفعلة تفعيل بنسبة 100% هنقول لو وسط إلى 50% تبقى يعني يبقى وصول محمود نحن عايزين حاجة أكتر من كده عندنا ساعتك التعليم برضو عندنا نواحي أنشطة كتيرة جدا مفروض أن الطالب يستثمر وقته في المدرسة في الصيف كمان إيه المشكلة أنه يمارس إيه المشكلة اللي محبين الكمبيوتر تفتح ليهم معامل حسب الآلي في المدارس وتستغل كان فيه نوادي اللي هي الأنشطة المدرسية الصيفية كانت حاجة جميلة جدا ما عرفش قلصت إلى حد كبير طيب عندنا كذلك برضو الدعاء الدعاء والخطب المنبرية في صالة الجمعة نحن في الوقت الأسب الحصيلة منها صفش احنا بنروح خطب مكتوبة أو خطب موجهة المواطن مش بتناقش مشاكلي أنا كمواطن المفروض الخطبة دي وجي عليك لمنقشة الظواهر المجتمعية اللي موجودة في البيئة إنما حتة خطبة المكتوبة دي وخطيب يطلع يتكلم في موضوع قد يكون ليهم أساس بمواطن مارسة مطروح بس ملوش علاقة بالبيئة المحيطة بتاعتني كافي المفروض الدور التوعوي يكون أكبر دي رسالة كويسة برضا نوجهها برضا لمعالي اللواء إنه هو ممكن يعني يتناقش هذا الموضوع بحيث إنه نحن نوصل للرؤية يا إخواتنا أنا النهاردة عندي مشكلة في القرية بتاعتي فأنا ملاحظ الإمام بتاعي مثلا جايب موضوع حاجة تاني المفروض أنت الإمام إحنا بنقعد خمس ستة أيام منتظر اليوم دي حشان إيه يعني أتسقف يوم جديد تجيني معلومة جديدة تغير حاجة أنا حاصل عندي قاعد حاجة في موضوع في القرية في المكان اللي أنا فيه فأنا منتظر الإمام أو الخطيط دا هيعقب على المشكلة دي هيقول فلان ما سيلمشكلة دي لا يصح هذا الأفعال ما يصحيش ترتاكب وهكذا فأنا أتمنى إن هذا الموضوع يعني إيه محتاج برضا نظر دي أنا هيك عن كثير من المساجد كثير من المساجد محتاج خطبات لكن برضا لعله برضا الموضوع برضا فيه ناس برضا تاخد المنبر لأسف يا زيب أنت هذا انتشار الفكر المتخلف والفكر الهدام فطبعا الدولة لها رأي في هذا الموضوع وإحنا بنسلك يعني رأي الدولة وإحنا معاهم في أي خطوة هم يقولوها وأي كلام هم يشوفوه صح وإحنا كنا كنا كلمنا مع النائف النطني بالذات إن الخطيب يكتب الموضوع بتاعه اللي هيتكلم فيه ومعاته قبل الخطبة بأربع تيام خلينا ننتخل لسؤال آخر يبقى برضو فيه إلزام أني يبقى برضو أنا عارف الخطيب يهتكلم فيه طب طبعا حشال الوقت بس بتاعنا مع ناشتر مع ذاتنا خلينا ننتخل لسؤال آخر مع السيد محمد السيد محمد النهاردة مثلا بسبب الغلاء المعيشة أنا مش عايز زوجتي وزوجتي مش عايزاني والدنيا مش مزبوطة إيه رسالي النهاردة توجهها لكل أم لكل أب النهاردة يتمسكوا مع بعض والله من أول لحظة كده يبقى بعضنا مع السلامة ويلا كل واحد بايشوف مصلحته وإحنا مش عادينا مع بعض لا هي بس باختصار مع ذاتنا هو موضوع حضرتك مش موضوع غلاء المعيشة ربما غلاء المعيشة أحد الأسباب لكن البعد عن الدين يعني سبب قوي جدا البعد عن المبادئ ربما تعلق الشباب بموضات غربية غريبة دخلت علينا وإحنا مجتمع شرقي محافظ مش عاوز أقول أن وسائل التواصل الاجتماعي هي فعلا حاجة جميلة للاستعمال الصحيح لأن هم استعملوها في الاستعمال الخطأ تمام وربما أن أغلب مشاكل الزوجية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي أحسن وسائل الاجتماعي نحن نقل منها ونركز ونرأي أولادنا ما يباشي الموضوع مفتوح تستخدمها في الصح طيب خلينا نتاقل لشؤال الأخير في أقل من ثواني معالي النائب نحن 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 شعب واحد وأمتين متمسكتين نتمنى تبقى الثالة إلى هي الشعب الإسلامي والمسيحي سوائي نعم نعم هي بنعيد على كل الأسر المصرية وهي بتبقى مناسبة على قد ما فيها بهجة وسرور إنما يمكن العبء المالي بيبقى زيادة شوي بيفسدها إنما ما نخليش يعني مش لازم تجيب لابنك شنطة ماركة شنطة تقضي الغرض المهم نسعد بدخول المدارس ونعتبرها فرصة للبهجة كموسم أحد المواسم شكرا لحظاك في نهاية الحلقة نتقدم بخلص الشكر والعرفان لمعالي نائب أشرف حزيز كندر وأيضا معالي الدكتور أحمد عيسى الشيمي وأيضا معالي الإساس الصحفي والإعلامي محمد الهريقي وشكرا موصول إلى السادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان تحيات لحضراتكم ونشوفكم إن شاء الله في حلقة وديدة في أسبوع قادم في ريوف ودن إن شاء الله تحيات لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحظاك